موسيقى بقى أنت ابتديت منين موسيقى بتاعك؟ منين الأول الأستاذ علي؟ من محافظة كفر الشيخ يا فندم محافظة كفر الشيخ؟ تمام إيه ابتديت الفن إزاي وحسيت اللي همت أن أنت عندك الموهبة؟ البداية بتاعتي يا فندم أخدت ورش التمثيل عند خليد جلال خدت ورش التمثيل عند فنان خليد جلال تمام تمام وبعد كده ابتديت بقى تحس أنت ليك دور وأعمالت أول أعمالي كانت مع المخرج تام بالشمس الدين مسلسل الناس صفحات بتعرض في رمضان البطولة كانت الفنان هندي سلامة والفنان مجد عبد الحليم والفنان إحسان تورك إحنا عارفين تمام إن الفنان بيبقى ليه زوق عالي وبقى ليه إحساس دخيلي كده في المشاهد فإزاي إن انت بتقدر تتجسل الشخصية اللي انت بتمثلها وإزاي اللي انت بتقدر تمثل الشخصية لي وبتقتبصها اقتباص صحيح إن انت توضحها للناس إن انت فعلا هو الشخص اللي بيمثل في كتير مننا في كتير مننا بيقتبص الشخصية إنت هتمثل مثلا فيلم زابط دلوقتي فبتقتبص شخصية الزابط وبتجسدها وبتطلعها للجمهور بتاعك فإنت بيبقى عندك إحساس دخيل إن انت تطلع بالشخصية دي وإن انت تمثل قدام الناس عشان بتطلع وتظهر موهبتك قدام الناس والناس تتخيل فعلا الشخصية اللي هو ظابط اللي هو ظابط والهيئة اللي هو ظابط والهيئة اللي هو ظابط تمام فده بيبقى بالتمرين ولا بتتمرنه بيه أو بيبقى إحساسك إيه بنتمرن أبلها بيبقى فيه تمرينات بيبقى فيه تمرينات أوه طيب إيه الأعمال اللي انت قمت بيها يا أستاذ علي مع المخرج تعمل شمس الدين يا فندم تمام وعملت أعمال إيه تاني؟ وعندي يوم الحد تصويري مع المخرج مجدي سعد طيب إنت حابب موهبة التمثيل أو إنت اكتسبتها إمتا وحسيت إمتا أن إنت من جواك ممثل؟ من فترة أولا إيه لا؟ من فترة أولا إيه لا؟ تمام طيب إنت حابب تشتغل أدوار كوميدي ولا مصرحي ولا حابب تشتغل إيه؟ حابب أشتغل كل فندم مصرح وسلمة ومصرحي مصرح وسلمة وكوميدي وجميع الأعمال تبتلي أن إنت تشتغل فيها تمام أكتر مين أكتر ممثل أنت واخده بالنسبة لك كود وليك؟ ياسر جلال ياسر جلال فنان ياسر جلال كود وليك نفسك تشتغل بعمل من الممثلين وتطلع معاه في أدوارك؟ مع الفنان ياسر جلال مع الفنان ياسر جلال والفنان عيدة رياض بيعجبك أدوار الفنان ياسر جلال وعيدة رياض بحب الفنان ياسر جلال أول وتحب مين من المخرجين اللي أنت تشتغل مها؟ محمد سامي محمد سامي ومجد أبواميرا ومجد أبواميرا المخرجين الكبار طبعا أنت بتتكلم في مخرجين طبعا عبقرة وناس دي هتاريخ طبعا إحنا بنتمنى لك التوفيق دايما في حياتك ومنالك تابعا أن أنت تبقى دائما متقلق وأنا سعيد وحضور معاك يا فهم إحنا سعادة أن إحنا موجودين معاك المهاردة وإحنا عارفين أن حتك من كفر الشيخ وإنت بتقول أنت بتديت الموهبة عندك من فترة قريبة مش من فترة بعيد بس إبتح حسيت أن جواك بقى كده أن أنت ممثل أول ما بدأت مع المخرج تم الشمس الدين طب إيه إحساسك أول مرة كده وانت طالع قدام الكاميرا كده إحساس عاد قلت خايف كده لا ما قلتش خايف عشان أنا متضرب قبلها في الورشة طيب إنت حابب توجه رسالة دلوقت لسالة وشديدة بشاهدونها تقول لهم إيه أقول لهم انتظروني في أعمال أقوى ولازم أشرف كفر الشيخ ولازم أحقق أمنياتي ولازم كفر الشيخ يكون فيها نجمة متقلق نجمة معروف نجمة محبوب وطبعا كفر الشيخ احنا بنحييك ونحيي كفر الشيخ كلها وأكيد كفر الشيخ كلهم بيتفرجوا عليك دلوقتي دا حياتك كفر الشيخ كلها كل كفر الشيخ بيتفرجوا عليك وإحنا بنتمنى لك إن شاء الله مستقبل باهر وبنتمنى لك إن أنت تكون في الفترة اللي جاية متقلق دايما ودائما تكون فنان جميل وفنان وأنا أسعد بيحضور معاك أستاذ تامر إحنا أسعد لإن إحنا تملي بنحب إن إحنا نستطيف المواهب هذا دا كفر لي يا فنان إحنا بنشكرك طبعا وإحنا تملي بنستطيف المواهب الصعيدة تملي بنحاول إن إحنا نسلط الضوء على المواهب اللي هي الصعيدة دائما عشان دائما نقول في جديد في شباب كويس في أعمال كويسة في ناس كتير بتحاول إن هي تعمل أعمال كرسالة نستفيد منها المجتمع يستفيد منها في أعمال كتير بيكون موجودة برضو في المجتمع في فترة اللي فاتت اللي إحنا كنا شفناها وكان المشهد الإعلامي ما كانش كويس قبل ما طبعا ما يكون فيه مزارة إعلام وقبل ما يكون فيه نقابة إعلاميين ولكن إحنا شفنا مشهد إعلامي كويس دلوقتي وشفنا إن ابتدت الدولة تاخد الخط السليم في المشاهد وفي المسلسلات وفي الأفلام وإزاي إن إحنا نحفز أولادنا اللي إحنا نفرجهم على شيء مفيد على شيء يستفيد بيه إن هي عادتنا وتقالدنا في المجتمع الأفلام القديمة إيه رأيك فيها والأفلام الجديدة اللي كانت موجودة؟ عجبني قبل الجديد قاعدت بتحس بالأفلام القديمة إن فيه رسالة كانت بيقديها الممثل أو الفنان أو الفيلم اللي موجود بنستفيد بيه كلنا بنستفيد بيها الأسرة كانت بتستفيد كان الشباب بتستفيد كان فيه استفادة إن إحنا نتعلم منهم العادات والتقاليد ونتعلم منهم الاحترام وإزاي نحترم الصغير وإزاي نحترم الكبير وكان فيه بينهم وبعض تحس كده بيجيل جميل ويجيل محترم كان بيعلمونا إزاي إن إحنا نسأل على جردنا إزاي إن إحنا نسأل على بعض لو كانتش مستحبة في الفترة اللي فاتت دي والحمد لله المشهد دلوقات الغاية كان إيه رأك في الأدوار برضو اللي إنت بنتكلم فيها من ناحية إيه أدوار من أدوار العنف اللي إحنا شبناها الفترات اللي فاتت لا أنا أحبش أدوار العنف طيب لو إنت حبيت اللي أنا أكون نجم كبير ومتقلق مش هكون الأدوار بتاعتي أدوار العنف لو إنت حبيت من جواك إن إنت تطلع رسالة تعلم بيها الأجيال اللي طلع أو الأجيال اللي طلع تستفيد بيها هتعمل أدوار اجتماعية أو أدوار اللي احنا بنسمحها دلوقت فيها عنف فيها أغاني أدوار اجتماعية أدوار كويسة أدوار اجتماعية كويسة العنف لا لو حبيت بقى توجه رسالة للأخيرة للكفر الشيخ ورسالة بيشاهدين اللي بيشاهدون أن أقول لهم إيه أقول لهم انتظروني قريبا في عامل أقوى مع المخرج محمد سامي والمخرج مكدوب أميرة وإحنا بنشكرك النهاردة اللي انت كنت موجود معنا في برنامجنا وإن شاء الله هنشوف لك الأعمال القادمة بإسدل الله وانعرف انت عندك تصوير بكرة إن شاء الله عنده لوكيشن بكرة عندك لوكيشن بكرة في تصوير في فيلم جديد وربنا يوفاك فيه إن شاء الله ونشوفك دايما متقلق ونشوفك دايما نجم لامع في المجتمع وتحيات لحضراتك من كل قلب يا فامي وإحنا زي ما عودناكم في كل حلقة طبعا إحنا بنقول إن إحنا تمالي بنحب نستضيف المواهب الصعيدة بنحب نستضيف الشباب اللي عندهم اختراعات بنحب نستضيف كل ما هو شاب عنده جديد يفيد المجتمع اللي احنا بنعيش فيه ويتقدب به في المجتمع اللي احنا موجودين فيه ودائما بنقول لكم في نهاية كل حلقة اللي بيحب مصر يخاف على مصر ولا اللي قاف على قادمة اللي بيحب مصر